عبدالوهاب عابد الرئيس التنفيذي النادي الاتحاد تحدث مع زميل وليد الخضير اليوم بعد حفل التوقيع طبعاً احنا كنا نذكر تكلمنا نوياك ياما الجمعية العمومية اللي فاتت وذكرنا ان احنا شغالين على خطة وقلنا خطة طويلة الأمد ومن وقتها واحنا شغالين على اكتر من رأي طبعاً توقيت الرأي او مدته او المبلغ طبعاً كل مرحلة له ظروفها الى الان كم رأي مع نادي الاتحاد الان وقع مع نادي الاتحاد احنا عندنا داركو وعندنا يطويل العمر عدد احنا متكلم على تقريباً حوالي اربعة ايه كم احتمال ستة قلني يعني تقريباً احتمال يكون عشرة لا مهم والان احنا طبعاً الرعاة يختلفوا ما بين رعاة يقدموا خدمات وما بين رعاة آخرين لكن احنا متكلم عن رعاة اللي هتكلم على اللي هو تي شيرت نادي الاتحاد في رعاة ما يظهروا على تي شيرت ولكن يقدموا خدمات للنادي الكفاءة المالية قادر الاتحاد يتخطاها ويسجل لعبين إن شاء الله بإذن الله نحن تخطينا جزء كبير وإن شاء الله نشغلين على الباقي وزي ما قلنا لحظت الآن الكفاءة المالية موجودة مقارنة بالطبع الفترة السابقة الفترة المطلوبة مننا الآن أقل بكثير من الأول المعلن هو كان 39 وسددنا جزء منه كويس كبير جزء كبير أنا ما بقول رقم لأنه طبعا لا لأنه أنا أقول لك ليش أنا ما بقول رقم معين لأنه بالفعل دفعنا جزء كبير 50% فوق 60% يعني أنا بقول لك دفعنا جزء مرة كبير وفيه جزء الآن قاعد ندفع فأنا من يعارف هل إحنا قديش وصلنا بالضبط ولكن أقدر أكد لك شوهد إحنا قريبين جدا قريبين جدا الحمد لله المبلغ ما هو كبير يعني خلينا نكون واقعين المبلغ تذكر الفترة اللي فاتت كان حوالي مئة وأربعين إحنا متكلم على تسعة وثلاثين يعني متكلم على أقل بحوالي سبعين في المئة فوسددنا فوق هذا كله ولست باقي فترة متبقية إنت عندك الآن إحنا يوم تاريخ خمسة وصل الناس منتظر الجمعة يعني على نار إحنا نبقى نخلصها بأقرب وقت ممكن فإن شاء الله بإذن الله شغالين عليها ما عندنا أي نية للتأخير يا ترجمة نانسي قنقر